باب كم يصلي بتيمم واحد وعن عبد الرزاق رحمه الله عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى وعن عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن ابن عباس قال يتيمم لكل صلاة وعن عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم ومنصور عن إبراهيم مثله وعن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر بن العاص قال نحدث لكل صلاة تيمم قال معمر وكان قتادة يأخذ به وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر قال سمعت الظهرية يقول التيمم بمنزلة الماء يقول يصلي به ما لم يحدث وقال عبد الرزاق رحمه الله عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن وابن المسيب قال يتيمم ويجزيه الصلوات كلها ما لم يحدث هو بمنزلة الماء وعن عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن عمر بن عبيد عن الحسن قال يجزئ بتيمم واحد ما لم يحدث هذه مسألة عظيمة لدني مسألة التيمم رافع أم مبيح هذه المسألة مسألة التيمم رافع للحدث أم هو مبيح جماهير الفقهاء من السلف والخلف يارونه مبيحا لا يارونه رافعا يارونه بدلا مبيحا فقط لا رافعا فلذلك قالوا يتيمم لكل صلاة وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وعن قول الشفائية والملكية هو قول جماهير الفقهاء والصحيح الرارح الذي يعني أسعد الناس بالدليل يقولون أنه أنه رافع للحدث لمبيح لا سيامة وإن السلام قال الصعيد الطيب طهور وهذا طهور رافع الحدث طهور لا يكون إلا لرفع الحدث وأيضا نعم ولكن ما يريد الله لعلكم في الدين من الحاج ولكن يريد ليطهركم به ويطهركم أن يرفع الحدث هذه آية وأحاديث تثبته هذا الحكر بأنه يطهر يعني يرفع الحدث والأمر الثاني أن البدل يأخذ حكم مبدل أصالة يرفع الحدث فهو رافع للحدث ليس مبيحا فإنه إن تيمم يصلي كل الصلوات ما لم يحدث كما قال الزهري وقال قتاد وقال الحسن وقال ابن سيب وهذا قول الفقهاء السبعة أو أغلب فقهاء المدينة السبعة أغلب فقهاء المدينة السبعة أيضا يقولون بأنه رافع للحدث وليس مبيحا هذه آخر المسائل في هذا الباب يتيمم لفريضة واحدة ويصلي بها الخمس فرايت ما لم يحدث وإن واجد الماء؟ لا إن واجد الماء هنا مسألة أخرى ستأتي وجود الماء ناقد أيضا للتيامم نتكلم على معنى إعدام الماء اليوم والليلة كما قلنا للمقيم اليوم والليلة والمسافر ثلاثة أيام بالأيلي هنا تتكلم على إيش؟ في إيش؟ آه التيمم لمدة إيش؟ ما لم يحدث التوقيت ما لم يحدث البدل أعام من الرخصة لأنه بينما مخصوص يشتركان يتفقان ويفترقان طبعا التفقان بأنها مسألة مخصوصة من عموم ويتفقان أيضا بأنه لا تصح مع وجود الأصل البدل لا يصح والرخص لا تصح ويتفقان أيضا بأنهما يصح استعمالهما مع وجود الأصل إن دعا داعي إلى ذلك إن دعا داعي إلى ذلك والرخصة يبقى حكم الحرمة موجودا مع وجود الرخصة ده الفارق بقى هنا أما البدل فلا يرفع الحكم كليته فهمتم كيف؟ نعم هذا هو مسألة المسحة هنا رافعه رافع ولا يسايمه بيحام فإن الحكم تبتل نسأل الله أن يعلمنا وإياكم في أي شيء ثاني؟ الأحاديث مع وجود العين أمر صعب جدا شاكل استدلال كله استدلال نقص ولذلك هنا أصلا نقول بأن التأمم يحتاج إلى نية على التأصير العام الراجح وذات النراسة على التأصير العام لا تحتاج إلى نية فوارد كثيرة في هذا الباب هذا هو ضعف طب الفرعات المدائب نجد أنهم قد يفرعون على مسألة تخالف البصور التي تأثير عليها مدائبا فإذا البصور نظر البحث عندنا أم أنهم بالفعل يوجد منهم ذلك؟ لا يوجد منهم ذلك يوجد منهم ذلك أنت ترى حتى الشفائية يقولون بعدم سد الزريعة وثلاثة ربع الفرع كلها فيها سد الزريعة يعني يوجد منهم ذلك يلجئون إلى ذلك أسأل الله أن ربنا ينفع بكم لذلك الله عننا خير سبحانك اللهم وربنا وحمدك أشهد الله لأنت استغذرك وأتوب إليك